تاعز تتاجه نحو التهدئة فمنذ صباح الاثنين بدأت عملية تسليم المقرات الحكومية الأمنية والعسكرية فيما يعرف بالمربع الأمني شرق مدينة تاعز عشرون مقرنوا منشأة تم تسلمها حتى الآن بعد مراوحة من جانب كتاب أبي العباس التي عملت على زيادة انتشارها في شوارع المدينة ومواصلة أعمال العنف طيلة الأيام الثلاثة الماضية منذ أن وقعت لجنة عسكرية بالنيابة عن محافظ تاعز اتفاقا مع هذه الكتائب قضى بانسحابها من المقرات الرسمية شرق المدينة قوات الأمن الخاصة التي تم تشكيلها حديثا تقوم بالمهام الميدانية وبعمليات التسلم المباشر للمقرات التي تم إخلاؤها بمتابعة مباشرة من اللجنة الأمنية والمحافظ وفي الأثناء وصلت إلى تاعز لجنة عسكرية رفيعة المستوى بقيادة نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء صالح الزنداني وعضوية قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللوافظ الحسن ومدير الاستخبارة العسكرية بهدف الإشراف على إنجاز اتفاق الانسحاب من المقرات الرسمية تأكيدات محافظ تاعز أمين أحمد محمود بشأن المضي في مهمة استعادة نفوذ الدولة ومنشآتها ومقراتها ومواجهة أي انحراف عن ذلك بكل حزم وقوة يبدو أنها تلقى طريقها إلى التنفيذ هذه المرة المراقبون عبروا عن تفاؤلهم حيال التطورات التي تشهدها مدينة تعز باتجاه التهديئة ورأوا فيها تحصينا لجبهة المحافظة بعد مخاوف سادة طيلة الأيام الماضية من أن تسهم أعمال العنف والاتهامات والتدخلات من أكثر من طرف في تكريس منطق المواجهة الفصائلية الذي يأتي في سياق الاستهداف الخطير والمباشر لأكثر المحاورة العسكرية التابعة للجيش الوطني انضباطا واستشعارا لدورها في مقاومة الانقلاب والسعادة الدولة وطلبوا من الأخ قائد المحور أن يحدد لهم منطقة كمقر قيادة متقدم لانتقال التحالف إليها لتفعيل دور التحالف في تحرير مدينة تعز وفي سياق متصل دفعت تحركات الأسابيع القليلة الماضية للتحالف العربي في ريف تعز والتي اتسمت بالغموض قائد لواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي أخيرا لتقديم تفسير لهذه الزيارة مفاده أن الزيارة لم تكن لها صلة بأي ترتيبات بإنشاء حزام أمني في محافظة تعز بل لغرض إنشاء مركز قيادة متقدم للتحالف للإشراف على عملية تحرير المحافظة ثمان باهظ لا تزال تعز تدفعه جراء إصرار المتربصين بها على أخذ التضحية الهائلة للمحافظة بعيدا عن مقاصدها الوطنية العظيمة على أمل أن تتكرس التهدئة في هذه المحافظة مبشرة بفجر جديد من الانتصارات ساراتة ساراتة ساراتة